قولي عجب النهاردة لقطتنا لفتة إنسانية من الرئيس السيسي إلى الحجة صفية هنتعرف مع بعض على الحكاية كلمات نشرتها فتاة تدعى نادى علي على أشهر جروبات فيسبوك بعنوان حد يعرف مصحوبة بصورة السيدة صفية الجالسة بجوار محطة مترو سعد زغلول والتي انتشرت صورها بكسافة على موقع فيسبوك حيث كتبت نادى حالتها صعبة جدا بالله عليكم لو حد يعرف جمعية خيرية ابعثوا صورتها الحجة صفية تعاني من المرض مع برودة الجو رغم كبر سنها بعد كلمات نادى لم تتوقع الحجة صفية أن تفاجئها مجموعة من الشرطة النسائية للإتمئنان عليها ليلا موجهين لها رسالة من الرئيس السيسي الذي طلب من الشرطة النسائية الإتمئنان عليها والتوجه بها للمستشفى وجاء نداء الفتاة نادى التي نشرته عبر الفيسبوك مصحوب بكلمات مؤسرة جدا فكتبت الحجة دي أنا شفتها وأنا رجع من شغلي حالتها صعبة جدا ومتواجدة في محطة سعد زغلول أول ما تطلع من المحطة بالله عليكم لو حد يعرف جمعية خيرية ابعثوا صورتها أنا استأذنتها أني أصورها وأرفع صورها على الإنترنت يمكن حد يساعدها وحظى البوست بانتشار واسع جدا ومن جانبها شقرت السيدة صفية الرئيس على الاهتمام بها وبوضعها ودي كانت لقطتنا عن بوست الفتاة نادى اللي نشرته في الفيسبوك وطلبت مساعدة الحجة صفية ولقي البوست انتشار كبير واستجابة سريعة من الرئيس كان معكم هناء عبدالعزيز من قناة لقطة فنية لو أول مرة تشوفوا القناة ياريت تعملوا سبسكرايب لها وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وبشكركم للمتابعة